بسم الله الرحمن الرحيم توفي قبل ثلاثة أيام كبير الوراقين في الرياض اليمني أحمد كلاس رحمه الله تعالى عن عمر النهز الثالثة والثمانين عاما قضى حياته في الكتب بذلا وعطاء وجودا ومعرفة كان من أشهر الوراقين في الرياض ساهم أحمد كلاس رحمه الله في تأسيس مكتبة الملك فهد الوطنية بإهدائه لها أكثر من خمسة آلاف كتاب ما زال توقيعه حاضرا فيها وساهم في تأسيس مكتبة وقفية في اليمن وكان رحمه الله تعالى الشديد التواصل مع أهل الكتاب والقراءة يذكر رحمه الله أنه اشترى كتابا بأربعة آلاف ريال وباعه بميتين وخمسين ألف ريال وبيع هذا الكتاب في لندن بمليون ريال كان أحمد كلاس رحمه الله إذا طلب منه كتاب فلم يجده في السوق يهدي نسخته الخاصة للطالب خاصة إذا كان من أهل العلم والفضل يذكر أحمد كلاس رحمه الله أن حراج بن قاسم للأعراض المستعملة يعتبر من أكثر الأماكن وفرة في الكتب النادرة فهناك الكثير من المكتبات يبيعها أصحابها أو أبناء أصحابها وتجتمل على كتب نادرة قد تؤدي إلى أن يكون الإنسان من كبار التجار هلم إلى حراج بن قاسم أحمد كلاس رحمه الله تعالى الذي قضى حياته في خدمة المؤسسات العلمية ومحب العلم مات فقيرا معدما يعجز أحيانا عن سداد رسوم الإقامة أو حتى إيجار منزله الشعبي المتعارك ومثله جدير بالعناية به ودعمه رحمه الله تعالى حتى بعد موته أطلق بعض الفضلاء في تويتر ومنهم صاحب حساب الكتب والناس دعوة إلى تأبين الفقيد رحمه الله تعالى وقد لبى سريعا مثل هذه الدعوة الدكتور محمد المشوه صاحب مجلس الثلوثية ودار الثلوثية فشكر الله دورهم ورحم الله الفقيد ترجمة نانسي قنقر